الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل نظرية اقتصاد القياسي مثال على حساب تباين المقدر في المربعات الصغرى الاعتيادية ارجو ان يكون فيه الفائد العظمى لكافة احبتنا الطلبة والمتابعين حيثما كانوا وبخاصة في ايام الكورونا وعلى بركة الله نبدأ بينا في اخر مقطع حول تقدير معلمات النموذج الخط البسيط هذا هو النموذج الخط البسيط y sub i المتغير التابع يساوي a اللي هي نقطة التقاطع مع المحور العمودي a زائد b b هو ميل الدال لهذه فb مضروبة في القيم المختلفة طبعا للمتغير المستقل x sub i زائد نضيفها ما يسمى بالخطأ العشوائي sub i الآن اكتشفنا بأن المعلمتين a hat هذه الآن هي a المصدرها من المجتمع الإحصائي statistical population لكن a hat هي تقدير ل a فهذه من عين عشوائية a hat تساوي المتوسط الحسابي للمتغير التابع سالب الآن beta hat اللي هي الآن beta hat تقدير ل beta beta الآن أو b hat b أو beta نفس الإشي بالاستخدام beta hat أو b hat هي تقدير تقدير من عين عشوائية ل b التابع على المجتمع الإحصائي مضروب في المتوسط الحسابي للمتغير المستقل المستقل x الآن و الآن b hat تساوي قسمة الآن covariance على الvariance covariance اللي هو التبايل المشترك بين x و y مقسم على الvariance الى x وانا الآن هذه الصيغة طبعا يعني في كثير من الأحيان لا ينتبه لها المتابعين بأنه إذا قسمنا الآن البس قسمناه على درجات الحرية والمقام على درجات الحرية وذكرتها في مقطع سابق المقصود فيها اللي هي حجم العين مطروح منه عدد المعلمات المقدرة هنا معلمتان a و b معلمتان فإذا قسمنا البسط والمقام على عدد درجات الحرية non-k بالحالة هذه non-2 فبعطيني التبايل المشترك لx my y مقسم على تبايل x فالصيغة النهائية القابلة للتطبيق أنه بيها تساوي حاصل قسمة ماذا الآن مجموع x i v y i ضرب سالب مطروح منها حجم العينة مضروب في الأوساط الحسابية للمتغير مستقل والمتغير التابع الآن نقسم على حاصل جمع x i تربيع من i equal one to n سالب أو ناقص لأن n حجم العينة في مربع المتوسط الحسابي للمتغير المستقل نتابع ومعا كما بينا أن التباين تباين المقدر للخطأ العشوائي الآن تباين الخطأ العشوائي هو s square مربع x s تربيع يساوي حاصل جمع المربع الأخطاء التي نحصل عليها من التقدير أوكي اللي هي e hat i تربيع طبعا مقسم على درجات الحرورية ونقصتها في هذه الحالة لنفترض وجود البيانات الآتية عن المتغير x i المستقل و y i التابع هذه الآن بيانات عند الآن x i يبدأ بثلاثة ثم خمسة ثم خمسة سبعة وهكذا إلى أن ينتهي بخمسة وعشرين فهناك عشر مشاهدات من ثلاثة إلى خمسة وعشرين و y i المتغير التابع يبدأ بثلاثة ثلاثين ثم خمسة وعشرين وهكذا حتى ننتهي من اثنين فهناك عشر مشاهدات العدد يجب أن يتكافأ ما بعضه بعضه عشر مقابل عشر لكن هذا متغير المستقل وهذا متغير التابع الآن ماذا نحتاج نحتاج إلى بعض البيانات بحسابات بسيطة نجد بأن الآن مربع هذه القيم ثلاثة تربيع خمسة تربيع خمسة تربيع وهكذا هنا ثلاثة تربيع ساوى تسعة خمسة تربيع ساوى خمسة وعشرين وهكذا إلى أن ننتهي من آخر قيمة مربع خمسة وعشرين ساوى ستمية ومية وفün وعشرين ونحتاج إلى حاصل ضرب XIII entre YI ثلاثة في ثلاثة ثلاثة ساوى تسعة وتسعين خمسة مضروبة بـ 25 و 125 وهكذا إلى أن ننتهي من آخر قيمتين 25 مضروبة بـ 52 و نحتاج في حساب آخر بعد قليل من أجل حساب معامل التحديد أو ما يسمى R-Square مربع هذه القيم مربع قيم أو مشاهدات المتغير التابع فمربع 33 و 89 مربع 25 و 625 وهكذا سنحتاج بعض القيم البسيطة سنحتاج إلى متوسط المتغير المستقل X و يساوى 12.29 مجموعة 120 مقسم على 10 يساوى 12.9 12.9 الآن المتوسط الحساب إلى المتغير التابع 14.6 وحاصل جمع مربعات XI الآن تربية هذه حاصل جمعها يساوى 2177 سنحتاجها ونحتاج إلى حاصل جمع XI في YI جمع 99 زائد 125 زائد إلى انتهي زائد 50 يساوى 1164 وثيما بعد سنحتاج إلى حاصل جمع مربعات المتغير التابع YI فمجموع YI تربية يساوى 3210 الآن بناء على ذلك بناء على هذه القيم هذه القيم هنا بناء عليها بتكون قيمة بها تساوي التطبيق المباشر التطبيق المباشر لـ Covariance على الفاريance اللي هو حاصل جمع XI YI اللي هو 1164 هنا 1164 هنا سالب سالب عشرة الآن هذه أنت سالب عشرة مضروبة في المتوسط الحسابي للمتغير المستقل هنا مضروبة في المتوسط الحسابي للمتغير التابع هذه هنا مقسم على 2177 اللي هو مجموعة XI تربيع مطروح منها حجم العينة مضروف في المربع المتوسط الحسابي للمتغير المستقل الجواب النهائي لقيمة بيتا يساوي سالب إذن قيمتها سالب 1.4026 إشارة السالب تشير إلى أن العلاقة عكسية بين YI و XI علاقة عكسية يعني there's relationship between XI YI أي بمعنى آخر الميل سالب الميل سالب أما الآن A hat فبالتطبيق المباشر A hat تساوي المتوسط الحسابي للمتغير التابع مطروح منه الآن قيمة الاسلوب أو الميل الدالة أو البي hat مضروبة في المتوسط الحسابي للمتغير المستقل بما أنه سالب مضروب في سالب يعطيني موجب عندما يعني نجمع الآن هذه القيام حاصل ضرب نجمعها فيه مع 14.6 بعطيني الجواب النهائي إلى A hat 32.69354 فتكون الدالة المقدرة معلمتيها كما يأتي الآن هذه الدالة YI hat 32.69354 سالب 1.4026 مضروف XI هذه الآن نقطة التقاطع A hat وهي نقطة التقاطع مع المحو العمودي وهذه B hat وهي ميل الدالة ميل الدالة هذه فالآن التمثيل البياني يكون على المحور لوف قيم XI المتغير المستقل على المحور العمودي قيم YI hat المقدرة وبالتالي الشكل البياني لهذه الدالة هو هذا الخط المستقيم الآن فعلا هذا الآن هذه الدالة شكل البياني هكذا الآن مقارنة القيم الفعلية مع القيم المقدرة القيم الفعلية مع المقدرة الآن هذا الخط المستقيم البني هذا الذي يميل إلى الصفار هو الآن الخط الذي يمثل الدالة المقدرة في حين أن القيم الفعلية هو المنحن المتعرج هذا الأزرق والآن على المحور الأفق XI على المحور العمودي نضع القيم لYI الفعلية وYI المقدرة وYI hat اللي هو هذه الدالة اللي قدرنا معلمتها 32 اللي هو A hat وB hat 32.69 354 سالب 1.4 26 اللي هو الآن الخط البني هذا الذي يميل إلى الصفار في حين أن القيم الفعلية هذه القيم الفعلية YI hat الآن الأخطاء العشوائية أي أخطاء التقدير هي الفرق بين الفعلي والمقدر فهنا الفرق لاحظوا لي سالب يعني المقدر أعلى من الفعلي في حين هنا الفعلي أعلى من المقدر هنا الفعلي أقل من مقدر وهكذا لكن مجموحة بيكون صفر وبالتالي يعني بيكون هذا الخط المستقيم قد مرة أو يعني بأقل تباين ممكن بأقل خطأ ممكن نكمل الآن نقوم بتعويض القيم الفعلية لXI في الدالة التي قدرنا معلمتها الآن YI سالب 101.426 هذه الدالة التي قدرنا معلمتها A hat و B hat كي نحسب القيم المقدر لY إذن الآن نعوض بدل XI قيمها الفعلية الآن هذه قيم الفعلية XI 3 5 5 كما ذكرناها قبل قليل ننتهي 25 فكلما عوضنا عن قيمة هنا مثلا أول قيمة ثلاثة نحصل على قيمة الأولى لY I hat القيمة الثانية 5 القيمة الثالثة 5 وهكذا حتى ننتهي من آخر القيمة نحصل الآن على هذه القيم عفوا هذه القيم الفعلية لكن هذه القيم المقدرة الآن القيم المقدرة من تعويض XI هذه القيم في هذه الدالة المقدرة هنا حصلنا على هذه لكن نقارنها بالقيم الفعلية وبالتالي الفرق YI ناقص YI hat تساوي الخطأ العشوائي بالتقدير هنا الفرق لاحظوا لموجب الفرق سالب 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 موجب سالب 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 موجب لكن مجموحة إن لم يكن صفرا يعني بالضبط يكون قريب جدا من الصفر فلا يكون صفرا بالعادي لأننا نقرب هذه الأرقام أو العداد يجب علينا أن نربح الآن نربح هذه القيم فقيم هذه تربيع هذه الأربعة فاصلة واحدة خمسين أربعين ستو عشر هذه تربيعها تربيع السالب يصبح موجب تربيع السالب يصبح موجب وهكذا إلى أن ننتهي تربيع هذه أربعة فاصلة سبعة ثلاثين ستو أربعين تساوي ستاش فاصلة عشرة سمية ستو وهكذا الآن بيانات المتغير المستقل الفعلية في العمود آي وهذا أكس آي كما ذكرت أما البيانات المقدرة من الدالة علىها هي هذه البيانات المقدرة من الدالة والعمود هذا هو الخطأ المقدر الفرق الفرق بين هذه القيم وهذه القيم هذا ناقص هذه القيم 33 مطرح الآن مجموع مربعات الأخطاء هذه مجموع مربعات يساء وتسعة وستين فاصل ستة وثلاثين صفر خمسة بناء على هذه القيمة يكون يمكن لنا أن نحسب تباين الخطأ العشوائي إذن تباين الخطأ العشوائي هذا كما يأتي طبعا متوسط وصفر كما ذكرنا لكن تباين مربع X يساوي ويساوي حاصل جمعها كلها من I equal 1 to N تربيع مقسم على درجات الحرورية نون ناقص 2 لأنه درجات الحرورية ثمانية اللي هي عشر مشاهدات مطروح منها عدد المعلامات التي قدرناها A و A هات و B هات يساوي 2 وبالتالي الآن سالب عفواً عشرة سالب 2 يساوي 8 فحاصل قسم 69.605 يساوي 8.67 إذن هذا المقدار هو تباين الأخطاء العشوائي تباينها نكمل حساب معامل التحديد R-Square نحتاج إلى حساب تغاير الأولو Variation تغاير المتغير التابع YI ثم تغاير تقديرات المتغير التابع YI-Hat كما يأتي الآن هذا Variation YI مجموع تباين YI يساوي هذه الصيغة مجموع مربع الفرق بين YI ومتوسط الحساب بنفك القوس بعدما نربع نفك القوس الآن بعطينا مجموع YI تربيع الكل من I يعني من I equal 1 to N سالب حجم العين 10 مضروف في مربع Y يساوي 3211 مطروح منها 10 مضروبة في مربع متوسط الحساب يساوي 1078.4 إذن التغير الكلي للمتغير التابع قيمته 10 اللي هو 1078.4 أما الآن التغير الكلي لYI المقدرة هذه المقدرة الصيغة ذاتها لكن منعوض بدل YI يعني نضع حينما كانها القيمة التي قدرناها من الدال بعدما قدرنا معلماتها ولأن متوسط الفعلي يساوي متوسط المقدر أو المقدر يعني هنا فبتكون الصيغة النهائية هكذا الجواب النهائي أنه total variation أو التباين عفوا التغير الكلي للقيم المقدرة يساوي 109.02 هذا نسميه التغير الكلي وهذا التغير المفسر التغير الكلي من القيم الفعلية التغير المفسر هو من القيم المقدرة فR سكوير يساوي حاصل قسمة التغير المقدر مقسم على التغير الكلي ويساوي تقريبا 93.6 بالعشر بالمية ما يعني الآن بأن الدال التي قدرنا معلمتيها قدرنا A hat وB hat استطاعت أن التغير فيها أي NXI استطاع أن يفسر 93% من التغير أو 94% تقريبا من التغير في YI معنى آخر XI الآن له قوة في تفسير YI نكمل حساب تباين المعلمتين بناء على قيمة تباين الخطأ العشوائي الذي يعني الآن قبل قليل قدرنا قيمته S تربيع أو S يساوي 8.67 يكون تباين B hat حسب الصيغة التي تعلمنا عليها في المقاطع السابقة بأن variance of B hat يساوي حاصل قسمة مربع أو عفوا يعني تباين الخطأ العشوائي امقسم على total variation أو التغير الكلي ل X ويساوي بالحال 8.67 مقسم على 21 77 سالب 10 مضروف المربع الآن المتوسط الحسابي ل X I ويساوي 0.17 أقل من 2% إذن تباين B hat يساوي أقل من 2% ما يعني بأن الخطأ المعياري إذا أخذنا جذر التربيعي لهذه القيمة تعطينا ما يسمى بالخطأ المعياري للمعلمة B hat هو الجذر التربيعي لتباينها ويساوي 0.13 0.4 0.13 0.4 أما تباين A hat فهو various B hat يساوي S تربيع مضروف في هذه الصيغة واحد على حجم العين زائد مربع الوسط الحسابي للمتغير المستقل مقسم على total variation للمتغير المستقل ويساوي طبعا قيمة التباين للأخطاء العشوائية 8.67 مضروف في هذه الصيغة بعد التعويض المباشر نحصل على القيمة بأن تباين A hat يساوي 3.67 98 3.67 98 أي أن الخطأ المعياري للمعلمة A hat يساوي الجذر التربيعي للتباين هو الجذر التربيعي 3.67 98 ويساوي 1.91 83 هذا الآن الخطأ المعياري سنستخدم ه طبعا في اختبار الفرضيات حول أثره في المتغير التابع طريق أو طريقة هي عرض النتائج من عادة القياس الإكنومترشي يعني أن يعرض الدالة التي قدر معلماتها بالطريقة الآتية الآن هذه الطريقة التي يعرض بها القياسي أو القياسيون يعرضون نتائج تقديراتهم بالطريقة هاي YI هات تساوي المعلمة الأولى التي قدرناها سالب بقية المعالم هنا أو ذائد حسب الإشارة يعني نأخذ الإشارة بعين الاعتبار في المثال الذي ضربنا بتكون صيغة التقدير هكذا YI هات تساوي 32.69 354 سالب 1.40 26 في XI نضع بعض النقاط ثم نضع قيمة R² R² يساوي 30.55 تقريبا 6 كما ذكرنا قبل قليل وهنا نضع الآن الخطأ المعياري للمعلمة الأولى التي هي E هات ثم نضع الخطأ المعياري المعلمة الثانية وهكذا المعلمة الثالثة الرابعة وهذا الخطأ المعياري المعلمة E هات هذا الخطأ المعياري المعلمة B هات المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون عن اختبار الفرضيات شكرا لكم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن